سلام وصفة اليوم وصفة خارقة وحارقة لدهن والشهم وعلى ضمانتي أول مرة تسمعوا بها تمر أو نبتة حيرة العلماء من قديم الزمن وأليافها الخالصة ونقية كتتميز بقدرتها على ملء المعيدة أما سعراتها الحرارية فما كتتعداش 25 سعر حرارية لـ 210 جرام واشتيقتي فيها خصائص عدة وكيسميوها الصينيين بطاطة الفيل عمراء بألياف اللي كيسميوها الكلوكومانان اللي كتستعمل في صناعة المكملات الغدائية اللي مخصصة للتنحيف والتخصيص والجميل إيوه وغادي تقولي لي وأنا كنشوف هالتبصيل غير ليبات ولا سباكيتي وفين هالتمراء والنبتة اللي كتضعف واللي نقصي بها 5 كيلو في أسبوع إيوه هالتمراء راها مصنعة على شكل سباكيتي ولا ليبات ولا الرز ومتوفرة وموجودة في جميع الأسواق مشهورة بالبنة ديالها وبالصعرات الحرارية ديالها القليلة القليلة بزاف وإلا بغيتي تسفي وتضعفي وبلما تخمي في الكيلويات أنا جبتلك الكونجاك إيوه وبنات غادي نوريكم هاد الكونجاك كما قلتلكم اه واحد المادة اللي رائع رائع جدا لتنحف والتضعيف والتخصيص دونك اللي تشاهد فيكم سباكيتي ولا الروز ولا كانت كتحمق على المهم هاد النشويات هادو غديري للعقل ديالك شوية واحد الفرماطاج وراه كاين هاد سكونابل هاد الكونجاك كما كتشوفوا معايا هانتوما هنا كاين دي سباكيتي و هانتوما زيرو كما كتشوفوا صيفر 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 وكاين طيبو ضغية ضغية كاين فيه الوغي كما كتشوفوا هنا كين انشي انواع اخرين اللي فيهم تحريبا هاد ربعا ديال الجلوسيد كما كتشوفوا وغادي نوريكم من بعد القيمة الغدائية دياله اه اه دابتود ها اللي خاصكم تاخدو اللي فيه صيفر اه اه جلوسيد كما كتشوفوا معايا دونك اللي تحشيت لي بات ولا شي حاجة تجي تاخد الكونجاك بالنسبة لبنات ديال المغرب راح كين في جوميا كي يدير تسعو تلاتين درهم هادي تلقا وكتبو مضيوه وجيبوه غزل 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 غ wai نوريكم ظهتم بالنسبة لكرس Vishake لها الهداء الهيه انتشو ما هادي lead هذه هي القيمة الغدائية ديال 100 Gill شوفو فيها الصفر سكريات فيها 4 Gill ديال لي في بغ ومفي حتى شوكي اخرى كما كتشوفو معايا هانتشو ما توك إذا وجدت كونجاك في البنات كنت نصحكم به بزيف 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 على حسابي اللي مش هي الروز ولا مش هي البط جي تاخد الكونجاك وغادي ندوجه إن شاء الله باش نهضر لكم على الكونجاك بالتفاصيل شنو الفوائد دياله شنو القيمة دياله الصحية شنو كي يدير علاش مزيان علاش هضرت لكم عليه كونجاك بالمجاك الذي تفضل تكلم عن 40 كبيرة لديك العبادة سوف يدير المزيدات في الكنداد في الممارس ولديك في واساس والبنات دياله اوروبا سوف يدير المزيدات في اوشان وكارفوق كيف ترون 10 كالوري كما ترون هنا مجزئة كل الباكية هنا يقنون 10 كالوري عشرة كالوري كما ترون 100 جرام في 10 كالوري البنات تصدقوا انكم تاكلوا تبصيل سباكيتي ولا تبصيل اللي بط وتاخدوا 10 كالوري ايوهان تومة باش تقولوا ما كنجيبليكمش الجاديد البنات وغادي ندوز نهضر لكم على الخصائص الوفيرة اللي فيها ديال التنحيف والتخصيص وكما كتشوفوا معايا هذه هي نبتات الكونجاك هاتجدر هو اللي عامر بالألياف المنحفة واللي كيديروها على شكل مواد غذائية او منتوجات جميل وهذا النبتة الاسيوية الألياف ديالها كتدوب في الماء عندها قدرة عالية لامتصاص السوائل وبهذا المتصاص كتمتل المعيدة وكتقلل الشاهية وكتوجه اشارات الضماغ اللي كتجعلك يحس بالشبع المبكير هاد النبات اللي شبه خالي من سعرات الحرارية كيدعم الجهاز الهضمي وعمل الامعاء وهو أحسن مكمل غذائي الفقدان الوزن وتوازن الكوليستيرول وكيمنح السحل الجلد وكيعدل نسبة سكر في الدم أما الجروح فكيعدد دقة وهذه هي البودرة المعجزة للتنحيف بودرة الجلوكومانا اللي كنلقوها في الجدرة القنجاك واللي كتباعك مكمل غذائي اللي الصحي ونباتي ومجيش من مواد كيماوية اللي تقدر نضطر الجسم ديالك وصحة ديالك وهذه هم من مشتريات ديالي اللي خضيت اللي نودلس ديال الكونجاك الأروس ديال الكونجاك واللي كتشوفوا معايا مافيش الملح مافيش السكر ومافيش احتى الدهون وبالنسبة السعرات الحرارية ديال وبالنسبة المئة جرام فيها عشرة ديال السعرات الحرارية خضيت سباكيتي حتى هي ديال هاد لامارك هادي باش نجربها معاكم كيما كتشوفوا مئتين وعشرة جرام بخمسة وعشرين كالوري واش كتصدقي بانك تاكلي سباكيتي مئتين وعشرة جرام وغتعتك غي خمسة وعشرين كالوري خضيت حتى هاد اللي باني هادو حتى هوا مغري باش نشكل وننوع وكيما كتشوفوا مئت جرام فيها خمسة وعش الكالوري والحاجة اللي انتبهت لها هي انه حالال وحنا كيما كتشوفوا ركيعتاوكم حتى لزنستركشيون ديال الاستعمال كيديري تطيبها وكيديري تغسليها مزيان مزيان وكنأكد عودتاني على الصعرات الحرارية اللي قليلة 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 فيها بزاف والكالسيوم كيما كتشوفوا في مئتين وعشرة جرام كي يعطينا 12 في المئة ديال الكالسيوم واليومة غدي نشرب معاكم هادالي نودلز هادو وما اللي غدي ندير اليومة معاكم فهادالوصفة ونتمنى انها تعجبكم واندوزو المقادير وكيفية التحضير بالنسبة اللي غدي نستعمل مع هادالي نودلز اختارت اناني انشاء الله ضبصلا كيما كتشوفوا معايا خضيس مقلا ديال تيفال اللي ما فيهاش الزيت وخضيت الشامبينيون ولا الفطر جوج ديال الشامبينيون زيتليهم بودرة التوم والملح والفرفل الاسود وبديت كنشحر فيهم كيما كتشوفوا معايا لهاد الشكل هادا نخلي حتش دراس ها شوية ونزيد لها شوية دلمة باش كيطيب لي يدك الفطر ديالي وبدون زيت وهذا اللاصص اللي درت انا هي اقتراح ممكن تستعملي المتوفر واللي كتحبي في الخضروات وغدي ناخد السدور ديال الدجاج اللي غدي نتبلوهم بوحدة تتبيلة اللي السابق لي درتها في فيديو ديال البوغوشات ديال الدجاج اللي غدي نحطو لكم ان شاء الله في صندوق الوصف اللي كتسول على التتبيلة اللي كجي رائعة وبنينا ولي بوغوشات ولا السدور كيجي وهشاش وبنان غدي نطيبوهم في المقيلة ديالنا كما العادة بلا زيت حتى كيشدو فراصهم مزيان مزيان ويلة تدخليهم تدخل فيهم ديك تشرمي لدي لهم فما كان أحسن ونضيف على دكسودور الدجاج كأس من معجون الطماطم اللي مسموح في مرحلة الهجوم واللي نضيف له هاد التتبيلة ديال للجوم اللي كدت زيطيه واحد طعم رائع وبالنسبة للتتتبيلة يمكن لك تبلي باش بغيتي واللي حبيتي نبدأ ونشحر هاد الجاج مع هاد لسوستومات نخلي وكي تشحر وكي ما كتشوف معايا دائما بلا زيت حتى كتبلينا ديك لسوستومات وكتمتازج لنا مع التوابيل اللي درنا وجاء وقت المعقول دابا كي ما كتشوف معايا هاد تمرة المعجزة كتجي على هاد الشكل هادا في واحد الباكي ولا في واحد الصاشي اللي كي يكون فيه الماء من الداخل باش ما كتخسر دون كخاس كتغسليها مزيان 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 وكي يعطي طريقة الاستعمال فيها كي ما كتشوف كي يقول كخاس كتغسليها مزيان 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 ومن بعد غدريها في المقلاة ديالك وتخليها تحريها شوية بوحدتها ثلاثة ديال دقائق ومن بعد تزيدها على لصوص ديالك وقدميها بصحتك وراحتك وكي ما كتشوف معايا من بعد ما خصلتها خليتها كتستقطر في الصفاية ديالي وحتى لتكستور ديالها ولا القوام ديالها سبح الله بحل القوام ديال سباقيتي ما بيناش قائل بأنها تمرة ولا أنها جيدر ديال واحد النبتة ما بيناش نهائيا نهائيا وغاد نحط الكونجاك ديالي وهاد الانودلز في المقالة ديالي وغاد نشحرهم كما قالوا في طريقة الاستعمال لمدة ثلاث دقائق ضرورية ومن بعد غاد نزيد لها ديال الصوص اللي صوبناها وغاد نضيفو في الاول ديال الشامبينيون وديك البصيل اللي مشحر مزيان مزيان لهاد الانودلز ديالنا ولي غاد يعطوهم واحد الماضاق واحد البنة ما كيناش ونفس الطريقة اللي كنديرو لسباقيتي ولا لنودلز يمكن لكم تعتمدوها مع هاد لنودلز ديال لكونجاك ما كين حتى شي فرق بيناتهم وبين سباقيتي العادية الفرق الاكبر هو انه كي خصص وكي ضعف وسعرات الحرارية قليلة قليلة جدا وهنا غدي نضيفو ديال سودور ديال الدجاج مع مركز الطماطم ولا معجون الطماطم اللي متوفر عندك غدي نضيفوه من بعد على ديال الخليط ديال الشامبينيون وعلى الانودلز ونحركو مزيان مزيان ويكمل كلك تختاري اللي بغيتي في اللحوم ولا البروتينات ولا الاسماك اللي متوفر عندك ديريه وكي جي على هاد أحسن تمرة للتخصيص والتنحيف غدي نخليها واحد شوية كتش حر وغادي نقدمها وكان قوليكم بصحة ورحة وعندكو ما تجربوهاش راح أحسن تمرة ونبتة اللي ما معروفاش نهائيا وجبتها لكم ووصلتها لكم واللي أنا نقص بيها خمس كيلويات في أسبوع فجربيها وممكن تلقيها حتى على حسب على شكل حبوب ولا على شكل دي كمبخيمي ومكملات غدائية اللي ممكن تشربها بأحسن مكين هو أنك تجربيها وتأكلها على شكل ديبات ولا على شكل أروز واللي غادي تعجبك وعجبك بزاف وكنتمنى أن هذه الاستفادة وهذه المعلومة تكون فاتك وتكون عجباتك ونتمنى أنك تجربيها وواشركم مباركة ورمضان مبارك والكونجاك ثم الكونجاك لقصف الدهون وقصف الكيلويات والتخصيص والتنحيف فبالي يا حبيبتي بالي بالي بصحيحتك وبالي بالجسم ديالك